ننتقل الآن أحبتي إلى النوع الثاني من الأسئلة وهو هل بهمنا في مرحلة التوجيه Yes No Questions أسئلة نعم أو لا ونبدأ بالمجموعات المساعدة وكيفية تكوين هذا السؤال مع المجموعات المساعدة الأربعة في البداية رح نتعلم كيف نسوي سؤال يتكون أو يحتوي على واحد من أفعال البي وأنا بعرف أن البي هو واحدة من الأفعال المساعدة ومجموعات المساعدة الأربعة في اللغة الإنجليزية لذلك نحن نعرف إيش الشكل المضارع من البي والماضي من البي المستخدم في تكوين سؤال Yes No Questions حسب اللي هو السبجكت الفاعل فإذا كان الفاعل I سيأخذ am في حالة المضارع وwas في حالة الماضي إذا كان الفاعل he أو she أو it سيأخذ is في حالة present وفي حالة البعض سيستخدم معها was إنما إذا كان الفاعل you أو we أو they طبعا استخدمنا you مرتين لأنه ممكن أنها تكون you تستخدم لسنجلر مفرد ممكن استخدمها لplural اللي هو الجامع فأنا بقول لك you أنت أو you أنتم هاي المقصود فيها فأنا باستخدم معها من أفعال B في حالة present are وفي حالة past باستخدم معها where لذلك تعال نشوف الأمثلة حتى نوضح الأمور بشكل أفضل أنا في عنقي هون جملة sentence he is from England أنا بعرف هذا الشخص إنه من إنجلترا لانا لو بدي أشكل عليها السؤال في موضوحها بسيط جداً بس بقدم الفاعل المساعد وبرجع الفاعل إلى الوراء فأصبحت is he from England هل هو من إنجلترا لذلك أنا هون بس أجوب في عندي أنا جوابين إما أن يكون yes أو no إذا كان yes نحكي yes he is yes he is وإذا كانت no نحكي no he isn't no he isn't from England وبالتالي هذول الجوابين المحتملات لذلك سمينا yes no question لأنه الجواب حيكون عليه إما yes إما no بس بدنا نعرف شغلة واحدة إنه ممكن إنه يكون الجواب short form يعني بكون جواب قصير وممكن يكون long answer forms اللي هي أشكال الإجابة الطويلة لذلك إحنا يعني أنا دائماً منفضل نستخدمي short form لكن مش راط إنك تعلم long form في هذه الأنسرز تعالي نشوف المثال البسيط am I sympathetic هل أنا متعاطف am I sympathetic أنا بسأل في نفسي وبالتالي الجواب إما هيكون yes yes you are نعم أنت كذلك أو إذا كان long answer yes you are sympathetic إذن إحنا ممكن الجواب بالشكل المطول أو بالشكل القصير والشكل القصير هو الأكثر استخداماً is she coming هل هي آتية تحكي no she isn't أو yes she is إذا أسول long answer بحكي no she isn't coming يعني أنا كإني بركب الجملة من أول وجديد بشكل كامل فإحنا نقتصر على اللي هو short form هو the most common used يعني هو الأكثر استخداماً وشيوعاً بالانتقال إلى مجموعة do وهو بدنا نركز لما أنا بدي أسوي سؤال على جملة أو على مجموعة do بالأفعال المساعدة وعائلة do بدي أكترى أنه do تتكون في حالة present مضارع من do وdoes أما الماضي منهم هيكون did على كلتا الحالتين فالماضي من do did والماضي من does did إنما إذا كان الفاعل I و you و we و you و they في حال طبعاً you إحنا مرتين ذكرناها لأنه حكينا إنه ممكن تكون you في حالة singular مفرد أو في حالة الجمع أنت أنتم فأنا بدي أستخدم معاها do بحكي for example they do they do not or do they do you do we or do I إنما إذا كان الفاعل he she it فأنا بدي أسأل بdoes فبحكي does he does she or does it وفي الماضي مع كل الضمائر ببلش سؤالي بدد مهما كان الضمير نشوف المثال الآتي الآن هون بنا نركز شوي أحباب ليش لأنه بتفرج على الجملة في الأصل you like ice cream أنت بتحب المثلجات أو البوزة على سبيل المثال هاي الجملة تكونت من subject verb object يعني فاعل وفعل ومفعول به الآن أنا بالوضع الطبيعي بس بدي أكون سؤال نعم أو لا بدي أدور على فعل مساعد أبلش فيه بناء السؤال ما اتفقنا ليس نوك واش نحن بلش بفعل مساعد لكن هون بس أدور ما بلاقي فعل مساعد إذن أنا الجملة التي تخلو من الفعل المساعد نركز فيها الجملة الوحيدة التي تخلو من الأفعال المساعدة في حالة الإثبات هي جملة do هي جملة من مجموعة الأفعال المساعدة do لذلك إهنا بنحكي he is coming هو قادم he is ظهرت في حالة الإثبات ويقولك you have written a letter he'll have من مجموعة the have بيّنت في جملة الإثبات you can do it أنت تستطيع أن تفعلها إذن الكان من مجموعة model verbs أيضا ظهرت في حالة الإثبات إذن كل أفعال المساعدة تظهر في حالة الإثبات إلا مجموعة اللي هي do لا تظهر في حالة الإثبات إنما تظهر في السؤال وفي النفي لذلك أي جملة لا تحتوي على فعل مساعد مثل you like ice cream ما في عندي فعل مساعد she gets up early برضو ما عندي فعل مساعد هون أنا بدي ألجأ لمجموعة do كيف بدي ألجأ لمجموعة do خسب الفعل زمنه وحسب الفاعل يعني أنا عندي هون like شو ما لها like هاي like هي عبارة عن verb one يعني الفعل الأول وبالتالي أنا بدي أستخدم إما do أو does في تركيب السؤال برجع الفاعل اليو شو حكينا بتاخد اليو حكينا بتاخد do صح ولا لا لذلك أنا بس بدي أبلش بالسؤال بحكي do you like إذن أنا بلشت بالdo وكملت الجملة do you like ice cream yes I do or no I don't مثال آخر she gets up early هي تنهض من الفراش باكرا فأنا بتفرج على gets بعرف إنها هي عبارة عن verb one مضافا إليه as تمام فأنا هون بعرف إنها verb one إذن أنا بدي أستخدم في تركيب السؤال إما do إما does لأنا بتكلم في فعل مضارع لكن شي شو بتاخد نرجع على الجدول حكينا الشي بتاخد does في بناء السؤال لذلك أنا بلشت الجملة بdoes وبعد الدز والدو والدد شو لازم يكون الفعل هل يوجد عليه زيادات لا أبداً لا يوجد عليه زيادات يعني الفعل في الأصل can get فالs هيتعتبر زيادة لذلك لما أنا بنيت السؤال على طول شلط ال-s ليش لأنه الجملة التي يكون فيها واحد نفعل الدو الفعل الرئيسي بعدها مباشرة هيكون خالة من أي زيادات يعني بسميه base for فعل أساسي بدون أي زيادات لذلك she gets up early does she get up early does she get up early إذن أنا بس استخدمت الفعل المساعد من مجموعة الدو وكملت ما تبقى من الجملة كما هي لكن يجب أن أعتمد في استخدامي لدو أو does أو dead زمن الفعل في الجملة الأصلية والفاعل إذا كان زمن الفعل مضارع بدأ استخدم دو أو دوز وحسب السبجت قلنا استخدمنا دوز في الجملة السابقة في تركيب السؤال لأنه كان الفاعل شي والشي بتاخد دوز تمام واستخدمنا هون دوز في تركيب السؤال لأنه الفعل عندي في هذه الجملة like مضارع والفاعل قبلها you فالyou بتاخد دوز في حالة المضارع وكملنا ما تبقى من هذه الجملة طيب تفرج على short والlong answers اللي هي الإجابات القصيرة والطويلة هل نعرف بعضنا البعض؟ يا إما بتحكي yes we do أكيد الyes بعدها بدأ يكون الwe ثم الدو أو بدأ أسويها long answer yes we know each other إذن بس منحط yes ومنعيد نفس الجملة زي ما هي أنا برجح استخدامك للshort خلاص استخدم الشورت فورم في موضوع إجاباتك على الyes no questions انتهينا does it work loudly؟ هل تعمل بصوت مرتفع؟ no it doesn't or yes it does يعني أنا لو كان عندي كمان الجواب الثاني نعم فبنحكي yes it does or no it doesn't بهاي الطريقة احنا بنشتغل الشورت والlong answers طيب الآن بانتقال للمجموعة الثالثة من الأفعال المساعدة وفي تكوي سؤال ياس no question نروح على مجموعة إيش؟ مجموعة الhave طيب يا أحباب مجموعة الhave هي عبارة عن ثلاث أفعال اللي هم have وهاز في حالة المضارع والماضي منهم هاد على كل الحالتين لكن نرجع أنا متى باستخدم have ومتى باستخدم has أخذنا present perfect المضارع التام بشكل كافي في السنوات السابقة لذلك بعرف إن أنا بحكي i have you have we have and they have إنما بنحكي he has she has it has هذا في حالة المضارع لكن في حالة الماضي كل الضمائر اللي حكيناها السابقة حيجي معاها هاد طيب تعال نشوف في تكوين الأسئلة ويقول لك والله you have finished your homework الآن هذا موضوع بسيط بس مجموعة ال do اللي أنا بدي أشتغل على مبدأها في موضوع أني أستنبط الفعل المساعدة لتركيب السؤال يعني لما حكينا i like like مضارع والi بتاخد do فأبدأ أسوأها السؤال بسيط do i like بهذه الطريقة she visits هي تزوره لأن visits مضارع فأبدأتاخد إما does أو do والshe تاخد does فبتصير does she visit وبالتالي بعد أفعال do حكينا دائما للفعل يجب أن يكون أساسي لذلك أنا جرت ال visit من حرف ال s في نهايتها إنما في موضوع ال have في موضوع ال b في موضوع اللي هي المودال verbs كل الأمور طيبة وبسيطة you have بدأتصير have you تمام you have بدأتصير have you she has بتصير has she ولا أبسط من هيك في تكوين السؤال طيب تعالي نشوف هذا السؤال have you solved the problem هل أنت حليت المشكلة وبالتالي إما بتحكي yes i have أو no i haven't على أساس أنك أنت ما حليت المشكلة فبتحكي no i haven't إذا حليتها بتحكي yes i have لأن اللون بفورم اتفقنا إنه بس من باب المعرفة yes i have solved the problem yes i have no i haven't solved the problem yet يعني أنا ما صلحتش المشكلة طيب نشوف السؤال الثاني has he stayed with us هل هو بقي معنا ها has لش استخدمناها لأنه الفاعل he have استخدمناها لأنه الفاعل you ودائما شو بيجي وراهم verb 3 شو بيجي وراهم verb 3 دائما لما أسوي سؤال في have أو has أو had لازم يكون الفعل بالتصريف الثالث فلما قال لي has he stayed with us هل هو بقي معنا يعني ما بتحكي no he hasn't على أساس إنه لم يبقى معنا إنما إذا بقي معنا شو بنحكي yes he has هذا منسميه short answer إنما إذا استخدم long answer الإجابة الطويلة نحكي no he hasn't stayed with us إذن بعد ما أحكي hasn't بكمل الجملة كاملة بدل ما أحكي yes he has بنكمل stayed with us كاملة هذا بالنسبة لتركيب السؤال في مجموعة the have اللي هي helping verbs مجموعة الأفعال المساعدة مجموعة اللي هي have والهاز والهاز طيب آخر مجموعة من الأفعال المساعدة في تكوين السؤال اللي منسميها modal verbs ومعنى modal verbs اللي هي الأفعال الشكلية الأفعال الشكلية أو الأفعال الناقصة منسميها modal verbs وبالتالي بديك ترى في إنها عبارة عن كان والماضي منها could shall والماضي منها should will والماضي منها would may والماضي منها اللي هو might وفي عندي كمان must والماضي منها had to تمام وفي عندي ought to في عندي had better والhave to كلها بتشتمل بنفس الطريقة كأفعال مساعدة برضو موضوعها بسيط وواضح ليش؟ لأنه modal verbs الأفعال الشكلية هتبين في الجملة الأصلية فأنا لما بدي أكون سؤال بس بسوي عملية استبدال في الأماكن بقدم الفعل المساعد وبرجع الفاعل بقدم الفعل المساعد من مجموعة وبرجع الفاعل الوراء أنا هيك سويت سؤال yes no question اتفرج عندي هذا المثال I may visit you tomorrow لربما إني راح أزورك بكرة فإنت بتسأل نفسك may I visit you tomorrow تسمح لي إني أنا أزورك بكرة هذا المقصود فيها احنا شونا في تشكيل السؤال بس قدمنا الفعل المساعد ورجعنا الفاعل الوراء فأصبح سؤال هذا سؤال نعم أو لا طيب تعالي نشوف على along with short answers مثال أول can we get married شو رأيك نتزوج هذا نسميه proposal يعني اقتراح فإنت بتقترح على واحدة شو رأيك نتزوج لكن هذا المثال انسوا المبقى مش إلكم الآن التوف درستكم الآن درستكم أبدا تمام so can we married الآن يا إما إذا آ yes we can ولكن no we can't يا أحباب ليش we can't because we have to study first لازم ندرس أول أكيد لازم ندرس ونتكون مستقبلنا بطريقة المناسبة لأنه إحنا لازم نكون ready for that moment لازم نكون جاهزين لتلك اللحظة بطريقة ممتازة طيب لأنه لو بدأ أجاوب جواب طويل yes we can get married or no we can't get married في السؤال الثاني what do you like to drink tea هل ترغب في شرب الشاي no I wouldn't طيب مين قال لك إنه no I wouldn't والله يا عمي أنا بدي أسرب شاي وبالتالي إذا بدك تشرب شاي تحكي yes I would yes I would no I wouldn't إذا بدك تشرب شاي بدك تشرب شاي أنت حر أنا بدي أسرب لحالي so yes I would وإذا كانت long answer no I wouldn't like to drink to drink tea أنا ما بدي أشرب الشاي أو yes I would like to drink tea هذا بالنسبة لموضوع اللي هو الـ questions الـ yes no questions مع مجموعات الأفعال المساعدة الأربعة أحباي بهذه الطريقة نكون وصلنا لها نهاية اللي هو الأسئلة وتكوين الأسئلة والإجابة عليها في اللونغ والشورت أنسر والتأسيس بشكل عام إن شاء الله نلتقي فيكم في بداية العام الدراسي القادم وتمنين لكم أفضل وأطيب العلامات والنتائج ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة